المنافس الشرس مهما كانت ظروفه مهما كان مستوى اللي ملعبه هيحتضن المباراة النهائية لهذه البطولة في شهر 7 اللي جاي خسر النهاردة على ملعبه من كايزر تشيفز الجنوب افريقي 1-0 زي ما عمل الاهلي مع التراجي في تونس عمل النهاردة الفريق الجنوب افريقي مع الوداد في المغرب 1-0 عرفه يسجيله الهدف بهجمة مرتدة 3 تمريرات الى المرمة الحكم قال اوف سايد كان واقف وقفة غلط تماماً الفار والحمد لله انه موجود حسب الكرة او حسب الكرات يعني النهاردة لانه في مطش الاهلي كنا محتاجين فار في مطش الوداد كنا محتاجين فار واحتسبت هدف لكايزر تشيفز الحقيقة انه اداء دفاعي جيد جداً من كايزر تشيفز اي نعم برضو الوداد مش سهل انه يفرط في احتمالية العودة في جنوب افريقيا وكايزر تشيفز كان المطش اللي فات او الدور ربع النهائي ما كانش عدة باداء رائع يعني لكن بقت الامور اسهل بكتير لكايزر تشيفز مع ظروف ملعبه مع اجواءه فممكن ده بيدي تفاؤل انه اكيد ان يكون منافسك الوداد في ملعبه في النهائي غيرا ما يكون المنافسك الاقل خبرة الجنوب افريقي كايزر تشيفز ولكن احنا مش منستبق الاحداث مجرد بنتكلم بس على الوضع الحالي ترجمة نانسي قنقر